أستاذ أحمد أنا عندي سؤال اللي ماتوا قبل الإسلام وش مصيرهم؟ الإسلام وش قال عنهم؟ في أحاديث متنقضة مع بعضها عنهم أحاديث المتنقضة دي خلت فيه آراء وأقوال متضربة عنهم مسألة خلافية في أحاديث بتقول إنهم في النار هم وأولادهم يعني فيه نصوص بتقول إنهم وأولادهم في النار وفيه نصوص تانية وقول تاني بناء على هذه النصوص يعني من أخذ من العلماء بهذا القول فهو يقول إن هؤلاء يعني يمتحنون يوم القيامة يقري الله لهم امتحن على السريع يوم القيامة يقول لهم ادخلوا النار فإذا دخلوا النار كانت بردا وسلاما عليهم ويدخلوا الجنة وإذا لم يدخلوها فهم عصاة فيدخلوا النار يلقى بهم في النار ظاهر القرآن يقول إنهم في النار لأنهم جاءهم نذير ولا شك ظاهر القرآن يقول لو إن من أمة إلا خلا فيها نذير فظاهر القرآن يقول بأن هؤلاء كان فيهم نذير من قبل محمد سيد أحمد هذا أي إعتبار ما عليش يعني على مصطلح بس يعتبر غبائي يعني هم لهم دمب هو فيه في الإسلام حاجة ذكية إيش دمبهم صحيح والمشكلة الأولى ما دمبهم والمشكلة الثانية التنقضات اللي في الأحاديث طب هوا محمد قال لي إيه بالزبط والقرآن قال لي إيه بالزبط ليه يكون في تنقضات في القرآن ويكون تنقضات في الأحاديث يعني ليه يكون في تدارب ما فيش جواب سابب فيه جواب عكس بعضها أنا أخير نمشي على القرآن أنا ما أجي على القرآن جال في النار صح؟ آه قبل الإسلام في النار على أساس أنهما جالهم نذير يعني الآيات اللي في القرآن كتيرة بتقول إن الناس زياد جاتهم نذير قد بعثنا في كل أمتهم رسولا إن عبد الله ويشير بالطغوط وإن من أمتهم إلا خلا فيها نذير يقول لك مين هو النذير بتاع العرب يقول لك دول النذير بتاعهم إسماعيل مثلا وإحنا جالنا نذير يعني إحنا محمد مات وهلك من زمان 1400 سنة يعني هل الصينيين قال لهم نذير؟ يقول لك لا ما هو الدعوة بتاعتهم موجودة وزي ما كانت دعوة إبراهيم برضو موجودة مستمرة حتى لو إبراهيم مش عايش قبل محمد وبالتالي هو قال لهم نذير السادة أحمد يقولون النمل يتكلم بس اكتشفوا العملاء العلماء ما لها حنجرة يعني ما لها حبل صوتي لأ بيتكلم بس أنت مش ياخد بال بيتكلم ويتكلم مع سليمان بس هو صوته رفيع شوية النمل آه أوكي شكرا لك السادة أحمد شكرا لك السادة أحمد شكرا لك السادة أحمد